بعد أن كانت خارطة ويلد الشيخ عبارة عن مقترح للحل في اليمن يبدو أنها أصبحت محاولة فرض رؤية جديدة خارج المرجعيات خصوصا مع إبداء بريطانيا عزمها طرح مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بدعم خطة الموعود الأممي اتضح جليا بأن المجتمع الدولي يدفع باتجاه القبول بالخطة وتمكين الأذرع الإيرانية من السيطرة على اليمن فيما مواقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وتحديدا التحالف المساندة للشرعية في اليمن لا تزال ضبابية ولم يصدر أي بيان رسمي تجاهها مبادرة ويلد الشيخ ردت عليها الحكومة الشرعية بأنها خالفت بشكل واضح المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها كمرجعيات لأي حل أبرز تلك التناقضات عمل الخطة على إزاحة الرئيس الشرعي من المشهد والذي قضى القرار الأممي 2216 بدعم شرعيته وإلزام الإنقلابيين بالتراجع عن مظاهر الإنقلاب الذي قاموا به في سبتمبر 2014 مصادر صحفية قالت إن السعودية والإمارات وفقتا على خارطة الحل المقدمة من الأمم المتحدة وبينما لم تعلن المملكة العربية السعودية موقفا صريحا من المبادرة حتى الآن أقدمت الإمارات على تأييد الخارطة فور إعلانها مراقبون يقولون إن الالتباس في مواقف التحالف وتراخيه في التعاطي مع الخارطة سيعود بالنتائج السلبية على التحالف الذي تدخل في اليمن استنادا لطلب الشرعية الكاتب السعودي جمال خاشقجي حذر الرياضة والشرعية من التعاطي مع الخطة التي وصفها بالمؤامرة وقال إنه في حال مرت هذه الخارطة فإن اليمن ستصبح قاعدة إيرانية بشرعية حكومية تستصعي على التدخل مجددا حتى الآن لا يزال موقف الحكومة رافضا للخطة غير أن تحركات إقليمية ودولية تدفع بالضغط على الحكومة للموافقة عليها منها إعلان سلطنة عمان ضمان انسحاب الميليشيا يتساءل اليمنيون هل ستخضلهم الشرعية التي دافعوا عنها منذ أكثر من عامين وهل وظيفة الأمم المتحدة شرعانة انقلاب الجماعات المسلحة على الشرعيات الدستورية المرحلة القادمة ستحدد موقف التحالف من الأزمة وكيفية تعريفها للصراع في اليمن